الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله التدخين ليس من نواقض الوضوء ولكن رائحته كريهة خبيثة يجب إزالتها لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم وإذا كان هناك نهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا بسبب خبث رائحتها رغم منافعها العديدة أو ليس الدخان منهي عنه من باب أولى خاصة أنه لا منفعت فيه بل كله مضرة روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وروا البخاري ومسلم سأل رجل أنسا رضي الله عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا طبعا الثوم والبصل والكراث لا يجوز أن يأتي برائحته إلى المسجد ولكن بعد إزالة الرائحة بسواك أو نحوه أو أن يأكل هذه الأطعمة مطبوخة وإذا كان التدخين ليس من نواقض الوضوء فلا يؤثر في صحة الصلاة ولو كان يحمله في جيبه أو يدخل به المسجد وإذا كان الدخان محرما فلا يعني ذلك نجاسة مادته فليس كل حرام يعتبر نجسا فالسم مثلا يحرم تناوله ولكنه لو أصاب الثوب فلا يجب غسله وتصح الصلاة به وهكذا هو الشأن في حكم الدخان يحرم تناوله ولكن لا ينجس حامله وتصح الصلاة به إذ لا دليل على الحكم بنجاسته هذا والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر